مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن التانين اربعة ايار مايو كيف بدي يكون هيدا اليوم اليوم الامر موجود ببرش الميزان والاجواء مفروض تكون حلوة للأبراج الهوائية موالي برش الميزان الجوساء وايضا مواليد برش الدلو كيف بدي يكون انهارنا قبل ما ابدأ بالأبراج اليومية حاب يذكركم انه الأبراج الشهرية والأبراج الأسبوعية بتلاقوا الرابط لقلاق بهذا الوصف البداية مع برش الحمل مولود برش الحمل يوم يمكن يكون شوي يوم مزاجي يوم متقلب مثل طباعك مع احتمال يكون في عندك رغبة بانجاز الكثير للأمور وبسرعة بوقت وجيز واصير فكونوا حذرين لانه بعض التسرع قد يكون تهور فانتبهوا لهذه النقطة عندكم طاقة كتير كبيرة الانشط نسبيا 10-11 نيسان أبريل مولود برش الثور الجو اليوم جو شغل جو ركض جو اهتمامات جو جدوى الأعمال نشيط جدا يمكن يكون شغلي يمكن يكون أكتر من شغلي لكن عم تركضوا من كل لحتى تخلصوا شغلكون عدا هيدا الوقت لكن في احتمال انه تحسوا ببعض التعب الصحي الجسدي فكونوا حذرين خاصة موليد 27-28 نيسان أبريل الأكتر حظا 16-19 أيار مايو بنتقل لبرش الشاوسة اليوم مولود برش الشاوسة نهاره سعيد نهاره حلو نهاره بيساعده نهاره بيعطيه ما بياخد منه نهار بيقدم له الكثير من المكافآت والكثير من الهدايا وهاللحظات الحلوه سعيدة الحظ يلي بتريح له باله يوم ممتاز لموالي برش الشاوسة لكن هنالك ظرف إيجابي أو سلبي بدون ينتبهوا موالي 19-20 حزيران يونيو الأكثر حظا 23-24 أيار مايو 11-13 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان اليوم صحيح الأمر موجود بمربع مع شمسك مع برشك لكن يوم فعال يوم مثمر إذا بتركز فيه طاقاتك على إنهاء عمل أو مسألة فيها تكون شخصية اهتمام يمكن له علاقة بأحد الأولاد أحد الوالدين بيشغلك بيمنزلك عم تشتغله من البيت أكتر فيه اهتمامات تدور حول مسألة عائلية أو شخصية الشو مش بالضرورة يكون سلبي الأكثر حظا 20-21 تموز يوليو كونو حذرين 18-19 تموز يوليو بالنسبة لبرش الأسد اليوم نهار مريح لموالي برش الأسد بيريحهم مش لأنه ما فيه شغل بالعكس فيه شغل عندهم حركة كتير عم تتنقلوا كتير من ميلي لميلي ما عم تهدو عم تحكو كل الوقت ترتيبات ترتيب تنظيم تنظير أيضا لكن الحلو هالنهار أنه عندكم أفكار كتيري ما رح تنقصكن لا الفكرة ولا القدرة على تحديد الأمور توضيح الأمور أو الدفاع عن قضيتكن كونو حذرين 25-26 تموز يوليو يمكن من كلمة بغير محلة وانتبهوا من السرعة من التهور 24-25 24-25 24-25 عفوا يمكن تكون مسائل يمكن تكون مسائل لتقييم وضع معين وضع أكاديمي وضع عاطفي وضع اجتماعي وضع مهني انتبهوا ما تخسروا وما المفروض تخسروا لأنه الأجواء العامة مساعدتكن ومعكن 200% الأكثر حظا 30-31 أب أغسطس 18-21 أيلول سبتمبر مولو برش الميزان شو بدك أحسن من هيك والأمر موجود ببرشك الجو اليوم بيعتبروا عندما ولي برش الميزان بيضوي على الكثير من طاقاتكم وبيعطيكم أكثر من فرصة وخطة وقدرة لحتى تختموا أمور تنهوة خلاص ما بتكون وتكونوا جارئين وتطوى وتفتحوا صفحة جديدة يمكن في ناس ما عندهم هالقد حركة بحياتهم لكن في وضوح في بعض الأمور المهمة وأخيرا بيتجرأ وبتجرأ مولو برش الميزان لحتى تاخد قرار أحيانا مننا لحالة الأمور توصل لعنكم الأكثر حظا كلكن محظوظين بشكل خاص موليد سبتمبر 13-15 أكتوبر مولو برش العقرب هيدا نهار ضعيف جدا من الأيام الأقل حظا وأنا ذكرته بالأيام بالأبراج الأسبوعية وبالأبراج الشهرية رجاءا تشوفوا الفيديو والروابط بالوصف اليوم هو يوم ضعيف يوم قليل الحظ يوم ما بيخدمكن يوم ما بيساعدكن يوم بياخد منكن ما بيعطيكن سلتكن تطلع فاضي فحاولوا ما تحطوا حالكم بظروف صعبة لحتى ما تندموا وتقولوا يا ريت نطرنا الأقل حظا 30-31 أكتوبر بنتقل لبش القوس اللي هو مولو بش القوس نهار لطيف نوعا ما رح بتلاقوا مين يساعدكن رح بتلاقوا مين يوقف إلى جانبكن ورح بتلاقوا مين يزقف لكن يمكن ما بتهمكن الزقفي بقدر ما بيهمكن إنه فعلا حدا يوصل يوقف معكن ويشجعكن ويدعمكن اليوم هو نهار تقدروا تحطوا يدكن بييد شخص آخر أو تطلبوا مساعدتوا لحتى تخلصوا شغلكون إيد واحدة لحالة ما بتزقف واليوم الإيدتين رح بيزقفوا محظوظ 12-13 ديسمبر بالنسبة لبرش الشادي اليوم مولود برش الشادي الحظوظ عندك اليوم في حز لكن بتتعب شوي لتوصل لها الحز بدك تشتغله مش على طبق من فضة اليوم لتوصل للحز لتنشح لتربح ضروري يكون فيه أخذ وعطى ضروري يكون فيه تبادل بالأفكار وضروري تكون محضر شغلك قبل بوقت بدك تكون كتير محترف بعملك وعقلك كبير أنتم تحت الأضواء ورجاء لا يجوز الخطأ إذا عملتوا شغلكون منيح رح توصلوا إلى القمة الأكثر حظا 29-30 ديسمبر 17-18 كانون الثاني يناير كونوا حذرين 15-16 كانون الثاني برش الدلو نهار حلو لأنه بيفتح قدامكن فرصة أو مجال لحتى تتخطوا عتبة الخوف أو عتبة القلق أو الحيري اليوم نهار بيساعد موليد برش الدلو لحتى يتفوقوا على ذاتهم احتمال يكون فيه مصالحة وبتقدروا توصلوا إلى الصلحة أجواء جيدة استغلوها من الأيام الحلوة بهذا الأسبوع ما تتركوا ولا لحظة تمروا بهذا النهار من دون ما تستفيدوا منها خاصة 22-23 كانون الثاني يناير كونوا حذرين 13-14 شباط فبراير برش الحوت اليوم نهاره بعتبره أفضل من يوم الأحد اللي عزبك اللي تعبك اللي عطلك هم اليوم نهار في مجال للتسوي في مجال حتى حدا يسمعك في مجال حتى أنت تسمع حدا أجواء لطيفة لكن اشتغلها بالكلمة الحلوة اليوم مولوب شو الحوت بيقدر سيوصل وبيقدر يحلها من الأيام يلي بتتعاطف معك من الأيام يلي بتتعاطف معك ويلي بتسمح لك أنه تفاود لكن فاود بمروني وب بمروني بالكلام وهيدا سر نجاحك اليوم كلكن محظوظين بشكل خاص 17-18 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بقلوا لمولود اليوم أنه بنتظاره سنة سنة فيها شغل كتير من السنين يلي بتحقهم بالواجهة أمام أعباء ومسؤوليات متنوعة كانت مهنيا كانت اجتماعية كانت دراسية إذا عم تسمعوا لأولادكم يمكن هني بحاجة لأنكم تساعدون وتوقفوا إلى جانبون شهر أيار مايو شهر أيلول سبتمبر شهر كانون الثاني يناير مهمين لكن ضروري تتابعوا حركة كوكب أورانيوس خلال سنة 2020 وخلال سنة 2021 لأتمنى لكم نهار كتير حلو إلى اللقاء باي باي